اشتركوا في القناة هو سعيها الحثيث للاستمرار في دعم الإرهاب ولتجاوز الحقيقة ما يمثل المقاطعة العربية لها من عدم استخدام الأجواء الجوية والبرية والتي أثرت عليها اقتصاديا بشكل كبير في العام الماضي كانت الصدمة للقطريين أن كان هناك دعوة كريمة من خادم حرمين الشريفين وقدم الحجاج للقطريين وأثبت الحقيقة تجربة الحج في العام الماضي أنه أيضا الأنظمة الخليجية هي التي بدأت تخاف على الشعب القطري من النظام القطري ورأينا فيديوات التعذيب للحجاج الذين عادوا في هذا العام قامت كما ذكرت تقريركم السعودية بوضع رابط ثم رابط بديل للحجاج القطريين وكان النظام القطري يغلق الرابط تلو الآخر ثم أجبر المواطنين القطريين على التوقيع على تعهد بأنهم لا يقومون بالحج وبالتالي قامت السعودية بمساعدتهم وحتى كثير من وسائل الإعلام السعودية تعاملت بروح المسئولية ولم تصور الحجاج القطريين حماية لهم للأسف من النظام القطري نظام قطري اليوم يكرر الممارسة الإيرانية التي سعى لها إيران خلال ثلاثين سنة لتسيس الحج ولكنها فشلت نعم إذن أنت كمحلل سياسي سيد عبد الرحمن كيف تفسر ما تروج له بعض أبواق الإعلام القطري وعدد من الشخصيات العامة عبر نفيها المستمر والقاطع عن وصول حجاج قطريين إلى مكة المكرمة روم وصولهم وأيضا تأديتهم مناسك الحج للموسم الثاني على التوالي أنا أعتقد أنه في نقطة رئيسية في ذهنية النظام القطري أنه لا يعني الشعب القطري بشكل رئيسي حتى قبل المقاطعة كنا لا نرى أكثر من ثلاث أربع عالميين قطريين هم دائما يركزون على العنصر الأجنبي والذي يغلب بل يسيطر على النظام القطري القصص كثيرة نسمعها حتى عن بعض الإذاء الذي يحصل لبعض الجنود القطريين من قبل الجنود الأتراك أو الجنود الموجودين من الحرس الثوري في قطر وبالتالي النظام القطري لا يهتم لمصالح الشعب القطري وبالتالي هو يمعم في تعذيبه ويسعى سعي حثيث ليمنع أي قطري أن يذهب إلى السعودية لأنه إذا وصل إلى السعودية وأثبت أنه قام بالحج بكل يسر وسلاسة فالسعودية لا تفرق بين الحجاج من أكثر مئة دولة ولو كانت السعودية تسيس الحج فعلا لكانت منعت حجاج من دول عدوة مثل إيران ولم تمنعها من قطر نعم أكيد إذن هي حملة إعلامية موجهة لها أسباب برأيك ما الغرض منها؟ هي حملة إعلامية ممنهجة بلا شك هي كما قلت لك هي معركة جانبية هي واحدة من ضمن معارك وأدوات تستخدمها قطر ليس هدفها الرئيسي تسييس الحج ولكن هدفها الرئيسي هو تخفيف خطوات الحصار أو الوصول إلى حل لا يضمن لها التوقيع على 13 شرق التي أقرتها الدول الأربع منذ البداية النظام القطري ينازع اقتصاديا وسياسيا كي يستمر في دعم أدوات الإرهاب وكي يبقى أقرب إلى النظام الإيراني والنظام التركي من بقاءه في محيطه العربي جزء منها ما تقوم فيه من تسيس الحج وجزء آخر تقوم أيضا بتمويل مظاهرات للحوثيين ولغيرهم في عواصم أوروبية كما أنها تقوم مثلا بتقديم الفدى للتوسط بين حركات إرهابية مثل داعش وحزب الله وما إلى ذلك إذن من الرياض المحلل السياسي عبد الرحمن الطريري شكرا جزيلا لك